السلام عليكم ورحمة الله وبركاته و اهلا بكم مرة تانية في قناتي قناة موني ستايل بنفس اللبس بنفس القاعدة بنفس الدكور علشان ده الجزء التاني من مشتريات الجمعة البيضة و المشترياتنا المرة دي هتكون ميكاپ سكين كير و بيت الصابون اللبناني اللي بيحب بيت الصابون اللبناني سواء في الكويت او برا الكويت تعالوا يلا نشوف الوايت فرايدي كان مع موني عامل ازاي و خلصت فلوسها ازاي و الحصالة بتاعتها مبقاش فيها ولا ولا قرش واحد ولا فلس واحد كويتي يلا بينا على فيديو النهاردة ابل ما تبدأ الفيديو لو حبتي القناة و مرت عليها و فعلا حبتي مستواها و حبتي محتواها اتمنى هنا تعمل الاشتراك الاشتراك بيساعدني جدا وجود الجنبي كمان بيساعدني جدا اما لو عجبك اوي الفيديو و عجبك اوي محتوى احب تعمللي لايك لو عجبني اوي اعمل ايه ثاني ياموني اعمل لي شير لاصحابك خليهم هما يتفرجوا و يشتركوا في القناة من الجزء اللي هو ناني يلا بينا على الجزء الثاني و ايه البلاك فرايدي احلى حاجة في البلاك فرايدي هو الميكاو انا عفو لكن انا بحب كمان بتصدقونا الاثناني واستر الامانة كان السنة دي العروب كانت كانت وحشة جدا و سي فورة كانت في الامانة لازم نقول الحقيقة و نقول الصراحة كان فيه حاجات و حاجات مثل الامانة مبقاش البلاك فرايدي ما بقاش زي زمان خالص الحاجة بكل ما ده بتقل يعني زي ما العمر بيروح كده و نقول ضاعم إنه كتير بيضيع الحاجات بتاعت زمان ما بقاش زي دلوقتي لعروض زمان ما بقاش زي دلوقتي حتى الجودة بتاعت الحاجات ما بقاش زي زمان اول حاجة هتكلم عليها الشنط و الشوزات لاني بصراحة مش دايما بشتري شوزات و الشنط من البلاك فرايدي اول حاجة كان ميلانو ده محل موجود عندنا في الكويت معروف جدا بتاع شنط ويشوزات كان عامل عرض تحفة للأمالة تشتري 1 تاخدي 2 يعني لو اشتريت شنطة تاخدي قصدها شنطتين لو اشتريت شوز تاخدي قصدها 2 شوز طيب كان سعر غالي هو عادتا سعر غالي لكن لو انت حسبتيها لو سي مثلا الشنطة كانت بخمستاشر دينار يبقى انت هتاخدي التلات شنط بخمستاشر دينار يبقى انت اخدت الشنط بخمستاشر دينار لكن الامان انا مليتش حقيقة خمستاشر دينار وخدت 3 شنط بس مش كلهم ليا كان معايا اخت جوزي خدت معايا واحدة وانا خدت اتنين واحدة ليا واحدة الرشوش فرشوش اختارت الشنطة دي ياربت تكون واسحة مش عايزة شيلها من من الكيس علشان هبعتها لها كده او انا اتزلها معايا الاجازة فيها طبعا الكيس الافضر ده علشان تشيل فيها وتحفظ فيها الشنطة كتوب عليها حرف الامن اللي هو ميلانو حجم بتاكها يجنل لونها يجنل وكان سعرها دي نقول لكم التلاتة كان سعروها من عشرين من عامل اما بتاعتي انا خدت بزيحة بتاكها معايا عادي مليش مشكلة كيسة بتاكيسها اهيه فيه ما خياش كيسة زي بتاعك رشوش من الكيس جوه مش عارفة اهي الشنطة قد ايه جميلة توب عليها من ورا ميلانو كان سعر الشنطة مش بكتوب هين عليها نفتحها يمكن نلاقي الشنطة الكيس جوه اه اهو الكيس جوه اهو يا رشوشي كتبت يعي جوه الشنطة ابو دريع اهي الشنطة ايه بتاعتها حجمها ممتاز لونها بقى انتشديني الصراحة بصوا جمال الايد بتاعيك هتقدار تمسكيها كلاسيك بصوا جمالها انا بحب الشنطة الشنطة البرفناء بحب الشوبين بحب الحياة مش شرط يكون دلوقتي مش عارفة تجيبي كل حاجة بس اكيد ربنا حيديكي احلى حاجة وكل حاجة رشروش اكيد دي هتلف تلف وترجع لك يا جميل بس بتاعتك كمان حلوة اوي حاجة تانية من ميلانو خدنا برضو اشواز اشواز شوزيس جدا سوري برضو خدنا تلاتة شفتوا تلاتة دي تلاتة بس شوز مريح مطبو يعني كنت اصلا انا اجيب حاجة فلات علشان شوزات ميلانو من الشوزات المريحة جدا وفي نفس الوقت شيك جدا لا 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 احب الشوز عادية ايه اش اقولوكم اسي دي الشوز السودة دي الشوز التانية حبيت اللون الجوني جدا ما عنديش الدربة دي بصراحة بالامان بحب اوي الكعب اللي هو عامل كده عارفين اللي هو الفلاك اوي ده في الصيف بيبقى جميل على الفساتين اللون البني كمان بيليق على اكتر من حاجة سواء جيب شورد سواء فستان وبتبقى طريق جدا في الصيف والفلاك ده بيبقى رائع دي كانت بعشرين برضو خدنا التلاتة على عشرين دونار يعني حوالي الواحدة بستة دار بستة دار رس دوني بقى لحبيب الملايين بيت الصابون اللبناني عايزي بس اقولوكم بيت الصابون اللبناني موجود منه تلات فروع موجود منه في الكويت وفي الامارات وكمان في لبنان لسه مراحش دول كتير يعني مش موجود منه في مصر مش موجود منه في القردن بس اعتقد بيوصل لكل الدول في رقم على الواتساب او على الانستجرام بتاعهم لو دخلت كتبت بيت الصابون اللبناني تقدري توصلي له جد لبنان تحيا لبنان من خلال بيت الصابون اللبناني اول حاجة اخدتها هو كريم الجسم ليتشي في عامل زي الفواكه الاستوائية كده لو تعرفوا اللي هو الكريمات الاستوائية ده كان نازل بحواليس انا شوفكم فاتورة ده كان نازل بتلاتة دمار وربع رحتو تجنن ده بقى الصيفي خالص ده هتشال للصيف مع العطور الصيطية المكونات زيت لوز زيت بذرة العنب وزيت جوز الهند فطبعا زيت لوز يعني تفتيح يعني ترتيب والريحة حيلة طيب في ايه تانية يا موني عندك نقشر الوجه بالكوركم ده عايزة ابدأ فيه يا رب يبقى حلو بيقولوا انه بيفتح ده كان نازل بثنين موس بردو او بتلاتة مفاكرة ده كان نازل بثنار سبعمائة وخمسين بعدها اخدت كمان زبدة الجسم بالبخور حين كده اخدنا ده كان كريم الجسم الحجم الكبير كان بثنين دونار ومص اعتقدت ديه بثنار سبعمائة وخمسين جبت اثنين منهم واحدة لقية واحدة رشوش حطيه مع بقى السفري بتاع البخور فده يطلع ده للشتة البخور الخفيل ده عايز بالنهار وجبت كمان من الديودرنت دي جبت منهم اعتقد تلاتة كانوا نازلين غاليين كل مرة كانوا بينزلوا بثنار سبعمائة وخمسين المرة دي نازلين بثنار سبعمائة طب ليه يقول ليه يخدتهم لانهم طبيعيين جدا ما يخدهمش وحلهم يساودوش تحت الابط والادي بصراحة بيستعملوهم وخدتهم برضو بريحة البخور جبت الحاجات دي اللي هو كريم الجسم بخور وسبري الجسم بخور وزيت الجسم بخور التلاتة مع بعض بخور هايسبتو بعض هنحط الكريم ومع السبري ساعات بحط الزيت دوت على اطراف الشعر بيعمل شوية ريحة اكتر مع بخور لو بخرت بقى اي نوع من البخور مع الحاجات دي هتبقي اكنك من البخارة الحاجات اللي جبتها كمان عندهم ده من المعاصلات الجديدة اللي عندهم بتاعت الجسم المسك فجبنا بخور وجبنا مسك وانا قلتي عندي العود من السنة اللي فاتت زيت العود وكريم العود وصنفرت العود فبقى عندنا مسك وعود وبخور انا بديكي الحاجات اللي تبست السلر عندهم عشان لو تحبه بعد كده تشتري من بيت الصابون لو في ساعات بيعملوا عروض 25% عليها من اهم الحاجات اللي تقداري تستفادي منها وحسيت ان معطر الجسم المسك ده مقابل او البديل الارخص لمعطر الجسم المسك بتاع ابت الصمد اللي ب30 دولارة رحتو تجمد صيفي اكتر لان المسك عايز صيف اللي عود عايز تشتق فده برضو من حاجات الصيف اللي حاجات قبل كده جبت دول تاني مرة استعمالهم اللي هما المبيضات كريم تبتيح الجسم بالفيتامين سي ومعائل سانفارا الاثنين دول انا بحبهم جدا بحب رحيتهم جدا ما كانش نازل عليهم معرض كبير لكن انا بستنى من السنة للسنة عشان اجب منه بيفتح للامانة بيفتح بس على مواصبة منك تواصبي ما تحطيش كتير قوي لان هو قرنتي صغير وحطي على الاماكن الغمقه بس لانه عشان الحجم مفيت منه احجان كبيرة بس الحجم الكبير كان بعد العرض 12 دماغ فما جبتش بصراحة العرض الكبير ثلاثة ونص السنفارة ثلاثة ونص وكان الكريم كان بتلاثة تعمل حطة صغنانة تحت القبض في الاماكن الحساسة عشان لو عندك حاجة غمقه فانصحت بهم جدا وجبت كمان ده برضو عندهم من الاصدارات الجديدة عشان تكون كده عارفين الحاجات الجديدة زيت المسك او سبري المسك وكان عاملين منه كمان سنفارة وكمان الكريم اللي بالجزر هو مكتوب عليه بزيت الجزر لكن هو مش بالجزر خالص جريفتروت منجا طفاح تبقى عايزة تعملي سنداوتش منه وده عايزة تعملي منه سنداوتش راشا لو شميته اه يا راشوش شمام اي هو هو ده شمام اللي انتو بتقولو عليه الاناناس شمام هو شمام شمام هو ده كانت مسك الاصيل ومسك الاصيل كان فيه منه الكريم اللي هو المعطر الحريري او المعطب بتاحت القبض والزيت بتاعه فيه مية شوية خفيف شوية عن همية الاولز التانية اللي استعملتها احمر بيدي الجسم لون بنكي يجمل بصراحة من الحاجات اللي حبتها جدا رحته رائعة فوق رائعة فبقى كده عندنا مسك الاصيل عندنا مسك الجسم كده احنا مش عايزين حاجة طول السنة محدش يقول هنشتري حاجة تاني ويالله نشوف بعد كده بعاناين ودلوقتي جا معاد الجمال والحلاوة وهو في فورة تنزيلاتهم مكادش قوي فتعالوا نشوف قبل حاجة جبت البالم دي او هي عبارة عن كريم بس هو مقفول دي من منتجاتهم سيفورة اللي هو الكلينسينج بالم اللي اكيد هنعمل منه ريب ونقول رأيي فيه اللي هو بيبقى زي الكريم وبتدويبي كل الميك اوب وبعدين تغسليه كأن شيئا لم يكن بعد كده جبت الغسول ده مش اول مرة استعمله كنت جايبة منه بوكس قبل كده كان كله مني لو رجعتي اليوتيوب والفيديوهات القديمة هتلاقوني كنت جايبة بوكس بعد الكورونا على طول اول ما فتحوا كانوا منزلين بوكسات جديدة كده من كل حاجات من اجمل اللايينز اللي هو بالفيتامين سي اللايين ده بحبه جدا ده غسول كان نازل ب3 دمار 750 فما كدبتش خبر جبته على طول بعد كده جبت من ماركة ويشفول دي اه الونر بتاعتها هودا بيوتي عبارة عن كريم مرتب للبشرة اه وجلوين للبشرة قبل الميك اوب فخلينا نجربه كان نازل ب8 او 7 دمار وهو كان ب16 فعلا كان نازل 50% خلينا نبره جبت من سماش بوكس كان عندنا خلاص سماش بوكس اعتقد بيوتي شيلو الستاند بتاعه فكانوا منزلين الفاونديشن اللي هو المفروض مرتب يومي فاونديشن خفيف تقطيته خفيفة وفيه كمان اس بي اف لانه فاونديشن نهالي بتقطية حلوة كان نازل ب3 دمار بعد 12 دمار ومن بيكسي كانوا منزلين كريم العيني حاجات بيكسي كلها برضو احتتشال من سيفورا فكانوا منزلين كل الستاند خمسين في المئة فكان كريم العين بالفايتامين سي اللي جربوا يقولي كان حوالي 3 دمار برضو او 3 دمار وحاجة منزل ماش بوكسي برضو لبستيك ده طحفة جبت واحد بس معانه كان رخيص بس شوفوا لونه بموت في اللون ده بموت فيه بموت فيه كريمي اول ما تحطيه لكن هو في الاساس هيبقى مات مات الله رحمه هو له اسمه اسمه أوت 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 وحاجة وحاجة اثنين نار وربعة كمال من سماش بوكس برضو عشان كرمزين عروض حلو قوي المسكرة دي وعايتين نعمل عليها ريفيو ونشوف مسكرة دي ولا مسكرة لانكو دي كانت برضو بثنين نار وربعة اثنين نار سبعمائة وخمسين حاجة كده يعمل وقلم الحواجب بتاع هودا بيوتي كان نازل بثلاثة نار كان سعره ستة نازل بثلاثة كان عليه خمسين في المية اعرفين طبعا قلم الحواجب دي بالدرجة بتاعتي دارك براون فمتع جدا ده العيب اللي فيه شايفينه اه واخر حاجة من سكورة اخدتها هي الاكلين روج هما مش روج طلعو هما مفروض ان هما من توفيست لكن انا حطيتهم على شفافي برضو يجنينو حوليتو الالوان لحايتهم اسمو اه تشوكلت والشوكلت شاي والتاني اسمو شوكلت باني او باني على انو مبصوا شكل الباكيتش بتاعه عام ازاي المفروض ان هو شادو مش عادف اشادو ازاي بالجنب ده جبعينه الجنب اوي شادو مفيش معنى ان احنا اللي بتحط عليهم تحط على شفايف مش اي مشكلة خاصة ده ده الباني وده الشاي دي بس كان الاسفورة من مات اخدت حاكتين من مات وهم الاقلام بتاع الحواجب اللي ما بقدرش بقدرنا عنهم ابدا اللي هو سبايك الام الحواجب نفس فكرة هو ده بيوتي بس احلى واسفر اجمل وطول عملي بس تعملهم ده سفورة وماك فايل فاضل اي يا موني يلا بسرعة قولنا اخر حاجة اخي مكتريات بوتس ما كنتش قدر افاوض بواي فراي دي ومازال بوتس عامل عروض وده اول حاجة اخدتها من بوتس اه ليا والراش روش هو السكراب الفروتي الصيفي ده للصيف يلا يمعلم تخليت جنب اخويتك بحاجات الصيف صوري طبعا على ايدي حشان كانت نازلة على اثنين تنوار وربع السنفرة دي رائعة ان دول ما بينزلوش بالسعر ده غير بس في الوايت فراي دي العرض اللي هو من سبعين لخمسة وسبعين في المية اشهر السكراب اللي موجودة وده عوضي بيت الصابون اللبناني الفلاكاوي سكراب يجنن ده تقيل شوية ده للشتاء هو اتشانت الورقة بتاعه يبقى انه بيبقى عليه ورقة اهو ده شكله بيبقى تقيل شوية ريحته معقولة مش اللي هو الريحة الفرش زي فروت لكن طرطيب وتأشير غير عادي تأشير اربع في السنة اربع سكرابات في السنة كل تلات شهور هيبقى هتستعملي واحد زي فول مع الحمامات المغربية اللي ساعدت رحي تعمليها فما تكتريش اكتر من كده ميزانية للسنة اتس اوكين ده طبعا ماركت سوباند غلوري بعد كده من الحاجات اللي ما بقدرش استغلى عمدة بعد منزل كل يوم وانا نازلة من الشغل الكوكونوت الاموند سبري ده بيطري شعري جدا تحت الطرحة البيبي هير اللي بيبقى واقف في الشقة ايضا اوكين بس في الصيف مع العرق الشعر بيهيش حتى لو عملستش وار حط عليه حبة من الاسبري ده تلبيزي فرحتك وترجعي شعرك حلو ناعم مفيش بيبي هير ومعينا المارك هيل الماركة ده من الماركات مش جديدة هي قديمة لكن الشكل هو اللي بقى جديد وهو ماسك الشعر ده مارك هيل ارشحه وبجدارة الماسك السيروم الزيت استعمليها الشعر وادعيلي وادعيلي ومش هننسى الكريم اللي من انستو انستو من الماركة اللي في منها شامبو وفي منها كونديشنر وفي منها كريم وفي منها ماسك وفي منها عدت تيل ماركة ده خاصة بكوتس بس كان بجيب على طول زيت الارجان المراتي جبت زيت الافوكادو حجر رجو يارب يبقى حلو للشعر كل مره بستعمل اللوز والارجان اللوز والارجان والارجان اللي كنت بستعمله على طول فخلينا نشوف الافوكادو واخر الحاجة جبتها من فتحة الكارتونة جبت كمان مسكرا يبقى احنا عندنا دلوقتي سماش بوبس الاربن ديكاي سنقوم بعمل عليها ريفوهات كتير ستنو اكيد سلسلة مهمة جدا بس شجعوني تحت اعملو لي لايكات كتير اعملو لي كومنتات كتير خلينا نرجع زي زمان نولع الدنيا ولع الدنيا الاربن ديكاي برضو كريمي احب الحاجات الميني جدا صراحة عايز اجربهم في الشتاء الله بصوا جمال ده اللي على بني ده اسمه كولباك والتاني اللي على نود او على موف ده باكتو كولباك و اكيد و اكيد و اكيد دابن هامز و بافافوم عاملين عروض على كلينك كان عامل عرض 50% فجبت منه المرتب اللي بحبه جدا والسيرم بتاعه اللي هو فيتامين سي بتاع النظارة والتفتيح و كلينك اللوشن بتاعه اللي بتحطه جوا بعض المفروض ان دي سعرها ال 11.5 و دي الوحدها 4.5 يعني 15-16 دينار خدته ب 8 دينار بيقعد عندي من السنة للسنة الحاجات اللي عندي ما بحتاجش السنة الجاية لو عيشت حياني ربنا بشتري منهم علشان كده اعملي حصالة السنة زي ما موني ستايل عاملة على الانستجرام حصالة الويت فرايدي و كلهم بنحط فيها اللي معانه نص دينار لو انت في مصر حطي 10 جنيه 20 جنيه 50 جنيه فاضل معاك اخر الشهر معاك فكة حطيهم كلهم بعد وبعد سنة حتلاقي معاك مبلغ تقداري تشتري بي و دا كان فيديو النهاردة من الجزء التاني بتاع الويت فرايدي لو حبتي الفيديو احب تحتيلي لايك وتعملي هنا اشتراك للقناة لو لسه مشتركتيش ولو حبتي الفيديو احبتي اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة